الطائرات المسيراء تابعة لميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا تصول في أجواء العراق وتجول دون سند قانوني ودون رادع من جانب أحزاب السلطة في بغداد وقواتها المسلحة وميليشيتها آخر الطائرات الملغومة كانت تحمل ثلاث قنابل لم تنفجر سقطت قبل أيام في محافظة دوهوك دون وقوع أضرار مادية أو بشرية وإن كانت الأضرار السياسية لا تخفى على المراقبين فالنشاط العسكري لتنظيم البيكيكي المدرج على قوائم التنظيمات الإرهابية في العديد من دول العالم لا شك أنه يمثل خرقا أمنيا خطيرا ضد العراق الذي لو كان ينعم بالاستقلال لما سمح بذلك لكن العجب تبطله معرفة السبب حيث يؤكد المراقبون أن ثم تتعاونا وثيقا بين تنظيم البيكيكي وبين الميليشيات الموالية للنظام الإيراني في العراق التي تسيطر على المشهدين السياسي والأمني في البلاد وتنفذ أجندة إيرانية على الأرض العراقية دون التفات إلى مصالح الدولة والشعب العراقي يدعم ذلك الرأي نواب في البرلمان إذ يؤكدون أن مسلحي حزب العمال الكردستاني لم تكن لديهم مسيرات حتى السنوات الثلاث الماضية لكنهم بالتنسيق والتعاون مع الميليشيات داخل العراق وميليشيات قسر السورية تمكنوا من الحصول على أعداد منها بعضها للتصوير وأخرى أكبر حجما قادرة على حمل القذائف والمتفجرات وبحسب سجلات الأمن في كردستان العراق فإن سبع مسيرات ملغومة تابعة للتنظيم سقطت منذ مطلع العام الجاري بينما شهد العام الماضي 640 حالة خرق للمسيرات من خارج العراق الأمر الذي حول العراق إلى حقل لتجارب العسكرية الإيرانية تنفيذا لمخططاتها في التوسع إقليميا ترجمة نانسي قنقر